اشتركوا في القناة واتكلمنا عن الرياح وحماية التربة والنبات ويأخذنا كان آخر جزء معنا وهو كان الأرصاد الفيديولوجية النهضة الحرارة يعتبر بيمثل أحد أهم العناصر المهمة من عناصر المناخ لأنها بتتحكم في الضغط الجوي والضغط الجوي يعتبر عنصر مهم مفيد برضو أو له تأثير كبير عندنا في عناصر المناخ فعشان كده الكندرولي لازم نتكلم عن الحرارة طبعاً الحرارة ديت هي إحساس بسخونة أو برودة يبقى أنا لو حصل عندي حسيت أن في برد أو في سخونية أو في ارتفاع أنا بقول هنا إيه بقول عندي هنا حرارة يبقى أما أتكلم عن مفهوم الحرارة كمفهوم بسيط هو الإحساس بالسخونة والبرودة طبعاً الإحساس ده بيتم إزاي؟ عن طريق انتقال الحرارة من الأجسام الأخرى اللي هي ذات الحرارة المرتفعة إلى أجسامنا فبنحس بإرتفاع الحرارة يعني بنحس بسخونة أو إن الحرارة لو هي منخفضة عن جسمنا هيحصل انتقال من جسمنا إلى الأجسام البردة وده برضو بسميه برودة أو بسميه الخفاض في الحرارة يبقى أنا بتكلم عن الحرارة وهي إحساس بالسخونة أو البرودة طيب الحرارة ديت بتقاس بتربومترات بأجهزة اسمها التربومترات طبعاً الأجهزة ديت مقسمة إلى درجات يبقى أنا في عندي حالة اسمها درجة الحرارة ودي عبارة عن درجة بقدر أنا أقيس بيها الحرارة ديت وأشوف مدى الارتفاع أو للخفاض في درجة الحرارة عن طريق أجهزة التربومترات يبقى التربومترات دي أجهزة تستخدم في قياس درجة الحرارة نبص مع بعض عشان نشوف التعريب بتاعتنا اللي هي الصحيحة مع بعض على الشاشة يبقى الحرارة عندي هي مدى الإحساس بالسخونة أو البرودة ودرجة الحرارة هنا بقول هي درجة سخونة أو برودة أي جسم برقم يأخذ من مقييس معينة تسمى التربومترات يبقى هي أجهزة تستخدم في قياس درجة الحرارة عشان تعبر لي وتعرفني تقول لي مدى الارتفاع أو الانخفاض في درجة حرارة الوسط أو الجسم اللي أنا مراد لنقييس درجة حرارته أو أعرف هو مدى هو سخن أو هو برد يبقى الحرارة هي الإحساس بالسخونة أو البرودة ودرجة الحرارة هي درجة سخونة أو برودة لأي جسم يعني أي جسم كان هذه الدرجة تأخذ برقم من مقييس بسميها التربومترات طيب بعد كده باتكلم عن كمية الحرارة إيه هي كمية الحرارة؟ قال لي دي طاقة مخزنة داخل الجسم يحتفظ الجسم بيها دي عبارة عن طاقة الجسم الداخلية ودي عبارة عن مجموعة طاقتين حركة والوضع لهذا الجسم لتيجة أن جزئات الجسم تتحرك في حركة دائمة مستمرة وبيحدث بينها تصادم لجزئاتها فهذه التصادم ينتج عن كمية الحرارة يبقى عندي كمية الحرارة هي الطاقة الداخلية لهذا الجسم يعني مجموعة طاقتين إيه الوضع والحركة لجزئات هذا الإيه هذا الجسم يبقى أنا كده عرفت درجة الحرارة وعرفت إيه هي كمية الحرارة طيب نتكلم عن مصادر الحرارة هذه الحرارة لها عدة مصادر موجودة بس يعتبر من أهم مصدر لها وهو الشمس الشمس هي إيه؟ أهم مصدر رئيسي أو من أهم المصادر الرئيسية لإمداد الكون بدرجات الحرارة أو بالطاقة الحرارية عندي بعض المواد الأخرى اللي هي بس تعتبر مصادر للطاقة زي الفحم أو الخشب أو البترول يعني هي كلها مواد قابلة للاشتعال يعني تتأكسد في الهواء الجوي في وجود عمل تسخين يؤدي إلى اشتعالها هذه المواد تحترق وينشب عنها حريق وينتج عنه إيه؟ كمية من الحرارة أو بسميها الطاقة الإيه الحرارية يبقى لو جاني سؤال في الانتحان وقال لي أذكر مصادر الطاقة الحرارية أو الحرارة يعني أقول له إيه؟ أقول له عندي الفحم وعندي البترول وعندي الخشب وعندي الشمس يعتبر من أهم المصادر الرئيسية فين فيه إمداد الكون بالحرارة أو بالطاقة الحرارية ده بالنسبة لمصادر إيه؟ مصادر الطاقة الحرارية ركز معي عشان ممكن يجينا سؤال في صورة أكمل أو صح وغلط أو أذكر المصادر الحرارة أو مصادر الطاقة حرارية يبقى أن أقدر أتكلم عن مصادر كان الفحم أو البترول أو الخشب أو كان مثلا مصادر طبيعي ممكن نقول لي سؤال صح أو غلط تعتبر الشمس من المصادر الغير مهمة للحرارة صح أو غلط طبعا لا لأنها هي المهمة أو الأساس في إمداد الكون وإمدادنا بالحرارة ده بالنسبة لمصادر الحرارة نتعرف على بعد كده على إزاي بيتم انتقال الحرارة أو اكتساب الجسم الحرارة قال لي لو أنا جسم اكتسب كمية من الحرارة فهذه الطاقة بتاع الحرارة دي بتخش على الجزئات بتاعته تؤدي إلى إيه إلى أنها تزداد حركة الجزئات نتيجة إيه ازدياد الطاقة لانتصر كمية من الطاقة وإحنا عارفين أن الجزئات دي بتنشط في وجود الحرارة عشان كده يقول لك إيه التفاعل كميائي لما كون أنا بقديره كمية من الحرارة أو بعمل تسخيل بزود من حدوث إيه التفاعل كميائي عشان كده بقول أن هنا عند اكتسب الجسم لكمية من الطاقة حرية جزئات الجسم من الداخل تأتي بعد عن بعضها يحصل استضام يحصل حركة عشوائية طبعا كبيرة بتتم بين جزئات هذا الجسم وده هو إيه نتيجة إيه إنه هو اكتسب كمية من الطاقة حرية على العكس طبعا وجسم له إيه لو جسم له فقط كمية من الحرارة هيحصل إيه هيحصل طبعا جزئات المادة حتقل حركتها والطاقة اللي هي بتاعتها هتنخفض وبالتالي يبقى عندي إيه عندي فيه هنا فيه برودة موجودة عندي هنا ده بالنسبة للحالة اللي همت يبقى عندي لو الجسم تسب كمية من الطاقة حرية فإن إيه طاقة الجزئات بتاعته أو حركتها إيه بتزيد معايا وتزيد سرقة إيه هذه الحركة أما لو الجسم فقط كمية من الحرارة هتقل عندي إيه طاقة الجزئات وحركة الجزئات نتيجة إيه تناقص هذه الطاقة اللي هي إيه تؤدي إلى حدوث هذه الحركة الزيادة من إيه من الجزئات طبعا الحرارة دي تتوقف على عدة عوامل. لو انا عندي جسم كمية من حرارة. او فقط كمية من حرارة. قال لي في بعض العوامل اللي هي المهم. زي ايه? زي كتلة الجسم. قال لي كل ما كانت الجسم كتلته كبيرة كل ما هو يحتاج كمية حرارة عشان يمتصها. عشان يرتفعها درجة حرارته ايه? الى درجة واحدة مسلا ما قوي او الى زيادة درجاته الحرارية. او لو انا حبيتها زاود طاقة فيه. كل ما كان الجسم اه حجمه كبير او وزنه كبير يعني كتلته كبيرة انا كده محتاج ايه محتاج كمية من حرارة عشان هو ايه اكسبها له. ايضا ان هو فقط حرارة برضه هيديني كمية من حرارة الايه المفقودة هيحتاج ان انا ايه افقده كمية من حرارة عشان خاطر يصل درجة مسلا معينة لو كان هو فاربعين درجة مقوية. وحبيتها انازله تلاتين درجة مقوية. هحتاج كمية من من التبريد او من الخفاض ده هتبقى عندي كبيرة اول. يبقى عندي كولتة الجسم ده من اهم العوامل اللي عاندنه اللي عندنا. العامل التاني قالني مقدار التغير في درجة حرارة بتاعتي. انا مسلا عايز اوصل من درجة حرارة من كام لكام. لو انا مسلا عايز اكسب الجسم كمية من حرارة. يعني انا عايز ارفع حرارته. يعني انا عايز اعمال persons تسخين. هحتاج قد ايه من الحرارة? يبقى هنا عندي. لو انا الاحرارة بدأت مسلا بدلتين درجة مقوية. يبقى انا كده وعايز اوصل الخمسين. اذا محتاج قدر من الطاقة الحرارية. اللي يوصل الجسم يرفع درجة حرارته من عشرين مسلا او من تلاتين الى ايه? الى خمسين درجة مقوية. ايضا لما انا احب افقد هذا اخلي الجسم ده يفقد حرارته. يعني ايه? عملية تبريد. هحتاج ايه? هحتاج مسلا اوصله من كان حرارته خمسين درجة مقوية. وعايز ارجعه لتلاتين او خمسة وتلاتين او ربعين. مقدار هذه الزيادة او هذا الخفاض ده بتوقف على ايه? على كمية درجة حرارة اللي انا عايز اوصل له. هل انا آآ جسم بتاعي في آآ حدود لعشرين او الخمسة وعشرين? وعايز انا اça ان ارفعه خمس درجات او ست درجات او عشر او كتير. يبقى انا كان محتاج ايه? كمية معينة من حرارة. تتوقف على ايه? على مدى الارتفاع بتاعي في الدرجة حرارة او الفرق ما بين الدرجة اللي انا بدأت بيها والدرجة اللي انا عايز اوصل له. العامل التالك هو الحرارة النوعية. طبعا المواد مهيز مش زي بعضيهم. عندي مسلا النحاز غير الحديد غير المونيا غير الدهب غير الفضة. دي كلها عناصر لكل عنصر ما زيل عناصر له حرارة نوعية. يعني بتتوقف على نوع المادة تاع الجسم. يعني اه مسلا ما اجا اقول ايه انا فلان اه الشخص ده غير الرجل ده غير ده ده مسلا ده طويل ده صيد ده ضخم الحجم او ده اه اه صغير. برضو نفس العناصر عندنا نفس العناصر لها كل نوع مادة بيتوقف على كمية الحرارة اللي هو بيقدر يتكسبها او يفقد عشان يرفع حرارته درجة واحدة او يقل درجة حرارته ايه درجة واحدة. يبقى انا عندي العوامل المهمة او التلات عوامل اللي موجودين عندي اللي بيقصدوا على كمية الحرارة. قال لي اول حاجة ايه? كتلة الجسم. اتنين قال لي مقدار لارتفاع او لانخفاضة الحرارة. يعني ايه عندي درجة الحرارة انا عايز اوصل اللي كان. سواء كنت حرف الحرارة او هقلل ايه الحرارة. الحاجة التالتة اللي هي الايه? الحرارة النوعية لمادة هذا الجسم. هل هي المادة دي بتحتاج الى كمية حرارة اكتر? يعني لو انا معي جسمين. واحد الامونيا والتاني نحاس. والاتنين قد بعض. ولكن المادة دي غير المادة دي. اما اجا سخن مسلا هنا الحرارة مسلا كانوا اتنين درجة حرارة من اتنين بلقتي بيهم عشرين درجة مقوية. عايز اوصلهم مثلا لخمسة وعشرين درجة مقوية. هلاحظ حاجة ان انا هحتاج كمية حرارة مسلا في الالمونيوم تختلف عن كمية حرارة محتاجة فين حتة في تسخيل النحاس. عشان اوصل الجسمين الى نفس الدرجة اللي هي كان خمسة وعشرين درجة مقوية الاتنين مع بعض. يبقى دي بسمها ايه? الحرارة النوعية اللي هي موجود. وهنتكلم عليها ويعني ايه هو تعريف الحرارة النوعية للجسم او للماد. ده بالنسبة للعوامل اللي بتأصل لي على ايه? على كمية الحرارة اللي آآ بيكتسبها الجسم او بيفتقدها الجسم. الحاجة اللي بعد كده قال لي حرارة الهوى. طبعا الهوى ده محيط بينا كلنا. ويعتبر برضو آآ موجود معنا في كل الاشياء اللي بتحيط بينا او كل اللي ما فيش مسلا مكان فيه هوى. الا ما هنلاقي فيه مثلا حرارة مسلا عالية او حرارة مقافضة. ازا الحرارة دي بترجع حرارة الجو اساسا الى ايه? قال لي الاشعة الشمس. لان الشمس دي هي اللي قلنا هي العنصر الاساسي او المصدر الرئيسي لامداد الاجسام بالطاقة الحرارية او بالحرارة. يبقى هنا الهوى بالتالي كان طبيعي ان هو ايه? ان هو يمتد حرارته من الشمس او من اشعة الشمس. طبعا الحرارة دي هيك مهمة جدا لها اثار آآ يعني على الانسان والحيوان والنبات والطيور. لان كل نبات وكل حيوان وكل كائن حي بيحتاج درجة حرارة مسلا معينة في مراحل لمو المختلفة. آآ بلاحظ ان مسلا النبات بيحتاج ممكن فيه بالطور البادلة. الى درجة مسلا حرارة آآ وليكن خمسة وعشرين او آآ سبع وعشرين. فيه دور مسلا طور الانضاج مسلا او الازهار مسلا. بيحتاج الى درجة حرارة مسلا تلاتين او تلاتين. عشان كده في عندي درجة حرارة متغيرة على طول ايه? طول ايام السنة او موسم السنة. واحنا بعد كده بنزرع النباتات اللي بتاعتنا اللي هي ايه? تتوافق مع درجة حرارة دي. يبقى انا عندي حرارة الجو ترجع ايه? الاشعة الشمس اساسا. والحرارة لها تأثير على الانسان والحيوان والنبات. وطبعا زي ما انا حكيت وقلت دلوقتي او شرحت لحضراتكم دلوقتي ليكم. ان الحرارة دي ايه? بتقصلي على مراحل الحيوية والبيولوجية داخل الكائن الحي. سواء كان قلت انسان او نبات او حيوان وكل مرحلة من مراحل النطج بتاع الكائن الحي ده اه بتحتاج لبسط درجات حرارة معينة. ازا مسلا لو انا بسطت للمسلا الحيوانات عندنا. اه بعض الحيوانات الصغيرة زي مسلا حيوانات مزرعة كالكتاكيت مسلا او الحيوانات الكبيرة تحتاج مسلا في فترة حرارة مسلا معينة في اثناء ايه? اثناء نمو التاحة اللي هو في عمر الاسبوع الاولاني. بعد كده بحتاج الى درجة حرارة مسلا ايه? تختلف شوية عن الاسبوع الاولاني. ايضا بعض المحاصيل بيحتاج زي درجة حرارة الى اه درجة مثلا حرارة للمو الخضري وبيحتاج دولة حرارة مختلفة تانية عن اللي هو يدي لمجموعة الزهري او المجموعة الايه مجموعة السامري بتاعه يبقى عندي الحرارة لها تأثير واضح على الكائة الحية عشان كده بقول عليها انها احد عناصر المناخ او العناصر الجوية المهمة واللي لها تأثير كبير اوي على حياتنا وعلى حياة الكائة الحية اللي موجودة على سطح الكرة الارضية ده بالنسبة لحرارة الهواء طيب نتكلم على ازاي بقى الارض او التربة تكتسب حرارتها قال لي ان التربة دي بتكتسب حرارتها من اين حتى قال لي من الهواء المحيط يعني بنام الهواء تلمس مع الشمس ويكتسب فيها كمية الحرارة وهو متلمس مع سطح الارض ازاي بلتالي هيقدر ايه? هيسخلي السطح الارض او الطبقة السطحية من الارض اللي هي يعتبر فيها مجموعة الخضري او او فيها مجموعة الجزور اللي هو بتاعت النباتات يعني اللي هي بينشط بقى الجزور ولها لها دور كبير حنتكلم عليه فيه اهمية حرارة الطربة. يبقى عندي الحرارة بتاعته الطربة بتكتسبها من اين حتى? من الهواء الجوي اللي هو المحيط بيها او الملامس بيها. ايضا الطربة يوجد فيها بعض التفاعات الكيميائية اللي موجودة في الطربة. وبعض العامات البيولوجية اللي ممكن نعملها تنتج كميائة من الحرارة. زي مثلا ايه? عندي مثلا بعض انواع البكتيريا والفطريات وتنفس الجزور وبعض الددانة اللي موجودة في الارض. دي كلها كائنات حية موجودة عندي في الطربة بتأثرلي على درجة حرارة الطربة وبدام فيه نشاط عندي بيولوجي داخل الارض. يبقى اكيد هيحصل عندي اتفاع في درجة حرارة الارض. او الارض هتكتسب كمية من الحرارة من هذه الايه? من هذه الكائنات الموجودة فيها سواء كانت هذه الكائنات الدقيقة او كائنات بكتيرية صغيرة يعني او كائنات حية زي الددان او بعض الحشرات اللي او بعض الاركات اللي ممكن بتعيش عندي في الطربة وبالتالي هتغيرلي من درجة حرارة الطربة او اعتبر هي عامل مساعد في او من ضمن العوامل اللي الارض بتكتسب منها ايه? الحرارة بتاعتها. ده بالنسبة لمصادر الحرارة او طرق اللي اكتسب الارض للحرارة بتاعتها. بعد كده عندي تاني ان التربة بتتعصر برضو بعدة عوامل زيها زي الهواء اللي عندنا. قال لي اول حاجة ان فيه درجة شافية للغلاء في الجو. يبقى عندي بدام الهواء اللي عندي شفاف وما فيش فيه غبار ولا اي عوالق ولا ايه حاجة تحجب اشعة الشمس يبقى اكيد الارض ايه? حترتفع درجة حرارة. لان لو في عندي اي غلاف اه في شوائب او في عوالق جوية. وبالتالي ده بيقى صلي على ايه? على مدى الاشعاع او قدرة او قدرة او نفاذ الاشعاع الحرارية بتاعت الشمس الى ايه? وصلها للارض. وبالتالي كل مزايدة الشفافية عندي كل ما ارتفت عندي ايه? درجة حرارة الارض. ايضا عدد ساعات سطوء الشمس او اشعة الشمس. انا عارف ان اليوم الشمسي عندي اه بيبدأ مثلا من الصباح الباكر وليكن مثلا الساعة سبعة صبح او الساعة ستة حسب مواسم الفصول السنة تبدأ عندي الشمس بتشرق عندي وتستمر تطول النهار الى ان تورب الشمس في حوالي الساعة السادسة او الخامسة مساء حسب توقيت اللي هو الصيفي او زكون في الشتة. اه طبعا الفترة دي كلها بسميها ايه? مد سطوء الشمس او عدد ساعات سطوء الشمس فكل ما كان عندي عدد سطوء الشمس عدد سطوء ساعة الشمس كتير يعني اكبر كل ما كان عندي كمية الحرارة الموجودة في الارض ايه? اكتر. عشان كده الارض في الجو الشتة البارد ما بتكتسبش حرارة كتير لان عندي فترة سطوء الشمس بتبدأ عندي من الساعة السابعة ولو كان فيه جو فيه شبورة او بعض العوالق اللي موجودة عندي يحتاجب عندي اشعة الشمس وبالتالي ايضا في وقت الغروب قبل الغروب بساعتين ثلاثة بيكون عندي فيه غيام وفيه صحب تؤصلي على شفافية هذا الغلاف الجوي وبالتالي بيتقلل عندي كمية الأشعة اللي هي تصل إلى الأرض وترفع درجة حرارة يبقى عندي درجة شفافية وغلاف الجوي ده عنصر مهم وأساسي بيأصلي على مين على درجة حرارة الطرب الحالة الثانية قال لي عدد الساعات زي ما قلناها بعد كده زاوية ميل أو سقوط الأشعة على الأرض كل مكان عندي زاوية سقوط الأشعة على الأرض عمودي كل مكان كل مكان الحرارة كتير يعني إذا شفنا الشمس ويبتشرك في الصباح الباكر بيلاقي حرارة منخفضة شوية لأن زاوية الميل بتاعة الشمس وهي تسقط على الأرض بيكون بيكون بسيطة يعني مثلا تكون 20 درجة 30 درجة وكل ما النهار يزيد مثلا نصر لفترة الضحى تزيد مثلا درجة الزاوية إلى كام إلى 40 أو إلى 50 لأن نصر إلى الظهيرة بيكون الشمس هنا عمودي على المكان اللي هي موجودة فيه وبالتالي كل ما كانت زاوية سقوط الأشعة الشمس على الأرض كل ما كانت كبيرة كل ما ده كان إيه مداني حرارة كمية أو أعلى أو كمية كبيرة منين من الحرارة أو زود لي أو رفع لي من حرارة الأرض يبقى عندي ثلاث حاجات مهمين بيقصوا على حرارة الطربة اللي أول حاجة شفافية الغلاف الجوي الحاجة التانية اللي هي عدد ساعات أو مدة سطوع الشمس أو مدة سطوع الشمس عندي كام ساعة في اليوم متوسط قد إيه إذا كان عندي ثمان ساعات أو عشر ساعات أو اتنشر ساعة حسب ظروف الجوية المحيطة بيه إذا كنا في فصل شتاء أو فصل صيف إذا كان الجو صافي أو الجو في بعض الصحب أو بعض الغيوم دي كلها بتأصلي على مدة الشمسي أو عدد ساعات سطوع الشمس الحاجة اللي بعد كده اللي قلنا عليها التالتة إيه وهي إيه وهي زاوية سقوط أو زاوية ميل الأشعة على الأرض دول تلت حاجات أساسيين بيأصروا لي على درجة حرارة إيه التربة ننتقل إلى حاجة تانية وهي إيه أهمية حرارة التربة طبعا أنا قلت الحرارة التربة دي لها مهمة جدا ضرر إليه لأن الأرض عايش فيها كائنات حية دقيقة بكتيريا تثبيت العقد الجزرية مثلا بتتذبط نيتروجين الجوي بكتيريا مثلا موجودة في بفعلي مثلا موجودة كطبيعة في الأرض عندي بعض النباتات اللي هي لها جزور في الأرض هذه الجزور بتعمل إيه بتعمل بتتتنفس وبتمتصل من من الأرض والأملاح والعناصر المعدنية دي كلها دي كلها سميها سميها إيه بسميها أنشطة أو نشاط حيوي وبيولجي داخل الأرض فما نيجي نسر لهذه العناصر أو لهذه الأهمية إزاي اللي تؤثر حرارة التربة على كثير من خواصات الفيزيئية والكيميائية يعني الأرض دي كل ما كانت الحرارة مثلا زيادة أو أقل دي بتأثرلي على خواصة التربة سواء كان بتتمدد الأرض أو بتنكمش وده بيأثرلي على إيه إن هي الأرض تفتح تفتح مسام أو تشقوقات فيها وتامع مية تهوية للتربة دي نتيجة إيه حركة إيه نتيجة الحرارة بتاعت التربة سواء خفاض أو ارتفاع أيضا الأشياء الحيوية اللي بتحدث للجزور أو للبزور والميكروبات اللي بتعيش فيه التربة أيضا تمددهم كماشر المعادن المكونة للتربة أنا عرفوا أن التربة دي عبارة عن إيه عبارة عن معادن وسخور يعني عناصر معدنية موجودة فيها هذه العناصر بتتمدد بالحرارة والتنكمش بالبرودة فنتيجة وجود آآ تغير في الحرارة يؤدي إلى حدوث تشقوقات وفتحات وآآ أيضا هذه الحرارة تؤثر لي على امتصاص الجزور للمية وكذلك على لزوجة وحركة إيه وحركة الماء بالتربة يبقى كل ما كان عندي الجو دافي ومناسب لي النباتات اللي عندي زراعها في الأرض كل ما كان إيه الجزور بتشتغل بكفاءة عالية وتمتص المياه بكفاءة عالية لكن لو عندي انخفاض ملحوظ في الحرارة أو ارتفاع شديد في الحرارة ده يؤثر لي على إيه على حيوية الجزور وبالتالي ما تقدرش إنها تإيه تمتص كمية المية اللازمة لي النبات ده ونمو النبات أيضا تؤثر الحرارة على إيه على إزابة الأملاح بالمحلول الأرضي وكذلك على حركة الغذاء بالتربة أنا قلت لو أنا عايز أزود من سرعة تفاعل كيميائي أعمل إيه بزود الحرارة طيب ليه عشان خطأ أنا كده بصرع التفاعل في اتجاه لو إيه لو سليم أيضا بارتفاع الحرارة تؤدي إلى إيه إلى زوابان قدر كبير من الأملاح اللي موجودة عندي في التربة وبالتالي تعظم من درجة استفادة منها عن طريق النبات أو جزور النبات يبقى كل ما الحرارة كان مناسبة وكانت مثلا مرتفعة يؤدي ذلك إلى حدوث زوابان لكمية من الأملاح اللي موجودة في الأرض وبالتالي يتقب في صورة ميسارة للنبات عشان يقدر ينتصها ويقدر يستغلها في إيه في النمو بتاعه وإنتاج المركبات العضوية أو المركبات الغذائية اللي احنا زرعين النبات عشانها من أجلها طيب أيضا الحرارة تلعب دور في تحلل المادة العضوية احنا عارفين أن المادة العضوية ديت عبارة عن إيه عبارة عن مخلفات مثلا النباتات والبقايا النباتات والسماد العضوي وبعض البكتيريا وبعض الكاتر الحياة الدقيقة الموجودة والددان والأرض وبعض الكاتر التي تعيش في الأرض دي كلها عبارة مادة عضوية ايضا في بعض المواد زي الدبال مثلا مادة معقد عضوي موجودة عندي في الارض عشان يتحلل ويخرج منه بعض العناصر برضو يحتاج لحرارة الحرارة تلعب دور اساسي في تحلل المادة العضوية بالطربة وانفراد العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات دي من أهمية حرارة ايه حرارة الارض ايضا في عامل تاني مهم وبس ده يعني ايه ده في النظام الامريكي ان بتصارى لدرجة حرارة التربة دي في عامل اساسي في تصليف الاراضي وتصليفها او تقسيمها الى درجات او الى مستويات معينة او الى انواع معينة من الاراضي ده بالنسبة للاهمية حرارة التربة بعد كده بننتقل الى القياسات الحرارية انا بقى عشان خاطر اقدر اشوف كمية الحرارة اللي عندي قدي ايه اللي انا عايز ازود بيها الجسم او اللي عايز افخدها من الجسم ده يعني ازا كنت عاملية التسخين او عاملية التبريد اقدر اشوف انا كمية الحرارة اللي انا هقدر اوصلها للجسم ده قد ايه او اللي انا هقدر افخدها من هزا الجسم قد ايه او ان انا لزم ان هو يفقدها ازا قد ايه طبعا زي ما قلت ان عندي كمية الحرارة يتوقف على كتلة الجسم وعلى الارتفاع في درجة الحرارة وعلى الحرارة النوعية بتاعة الماد فمنيجي بص القانون اللي عندي هنا قال ايه قال ايه كمية الحرارة الساوي كتلة الجسم في درجة حرارته في الفرق في درجة الحرارة. او في معها الحرارة النوعية بتاعت الايه? تعال ما ده ما تساهش. يبقى عندي تلات العناصر اللي انا قلت عليهم بيأسروا على كمية الحرارة. هل ايه موجودان عندي في القانون ده هو اللي هو على الشاشة ده بيقول لي ايه? ان كمية الحرارة بتساوي كتلة الجسم في الحرارة النوعية له. حسب نوع مادته. او من المونيو او من حديد او من خشب او من اي مادة. انا ايه? كل مادة لها عندي حرارة نوعية. وآه بضرب في فرق درجة حرارة اللي هي اللي انا عايزة. انا الجسم بتاعي قبل ما اعمل له عملية اكساب للحرارة او فقد الحرارة انا بعين حرارته عن طريق الترمومتر. بقيس حرارته الاول. بشوف الجسم ده هو حرارته قد ايه? مسلا وليكن عشرين او خمسة وعشرين. طيب انا عايزة وصله لايه? مسلا لخمسة وعشرين. يبقى انا كده في عندي فرق خمس درجات اللي هو المطلوبين ان انا ارفع بيه ايه? حرارة الجسم. يبقى انا كده هاعرف قد ايه انا محتاج من الطاقة الحرارية من عميلة تسخين اللي هسخنها يعني هجيب وقود هجيب سخان هجيب مادة تسخين او هجيب عامل تسخين هشوف انا هحتاج منه قد ايه? عشان هوصل الجسم ده من عشرين الى خمس وعشرين يعني هزوده او هرفع حرارته كام? الى خمس درجات. او لو انا عايز اقلل هذا الحرارة بتاعت الجسم يعني هعملية ايه? عملية تبريد لهذا الجسم. هقدر ان انا ايه? اشوف محتاج ايه? من كمية التبريد اللي انا عايز اوصلها او عايز افقد الجسم ده كمية من الحرارة قدية. طبعا عندي في قانون بيقول لي كمية الحرارة مكتسبة تسوي كمية الحرارة ايه? المفقودة. يعني لو سواء انا سواء ان انا جيت سخنت الجسم ده ورفعت حرارته من عشرين الى خمس وعشرين. يبقى انا كده ايه? اكتسب اكتسب حرارة. طب مين اللي فقدها? المادة اللي بتسخن. هي اللي فقدت ايه? الحرارة. يبقى لو انا زودته مسلا اديته مية سعر حرارة. يبقى الجسم اللي هو سخن ايه? فقط قدية ايه? مية سعر حرارة. طب لو انا عندي جسم سخت. وعايز افقده حرارة اوصله مسلا من عشرين من خمس وعشرين الى خمس درجات. الى عشرين. يبقى فيه فرق قد ايه? خمس درجات. انا هيشوف برضو كمية حرارة اللي انا محتاجها عشان خاطر ان انا اوصله من درجة خمس وعشرين وهنزلها الى عشرين وحتياج كمية ايه من التبريد او محتاج ايه? اخفض حرارة ايه? كمية حرارة اللي هياها هيتم فقدها او اللي انا هفقدها لهذا الجسم ادي ايه? عشان اوصل بدرجه اللي انا ارجوها او اللي انا عايزة في اخر الالحاج. يبقى عندي كمية الحرارة بتاعة الموجودة عندي هي ايه كمية كتب بسوي كتب الجسم في الحرارة النوعية له في الفرق في دوريات الحرارة طيب ننتقل الى حاجة تانية وهي السعة الحرارية لاحظ حاجة يا ابني ان دي كلها عبرها عن مواد تعريفات ويعني مصالحات علمية لازم انت تكون ملم بيها وتكون على ضرية بيها عشان كده انا بحاول ان انا اوضح لك المعنى بتاع التعريف او بتاع المصالح العلمي دي قدامك ده عشان تقدر انك انت برضو توصل الى انك انت تكتب الامتحان اذا كان جالك تعريف او كانك صح وقلط او اي حاجة من حاجات دي كلها يبقى انت فاهم ما انتش حافظه خلاص طيب السعة الحرارية عند الجسم هي كمية الحرارة التي يجب ان يزود بها الجسم لكي ترتفع درجة حرارته درجة واحدة ايه مئوية وتقدر بالجول او الصعب يبقى انا بقدر اشوف الجسم ده عشان انا هسخنه محتاج قد ايه من الحرارة يعني انا هزوده بقد ايه هكسبه كمية حرارة قد ايه هذه الكمية بسميها ايه السعة الحرارية للجسم يبقى لو انا عندي جسم موجود بسم وزنه مية جرام او متين او طن او عشرة كيلو او ايا كان الكتلة بتاعته انا بشوف السعة قد ايه يعني محتاج كمية حرارة قد ايه لانا محتاج ازوده بها عشان انا ارفع حرارته ايه درجة واحدة مئوية دي بسميها السعة الحرارية للجسم يبقى لاحظ حاجة في فرق بين السعة الحرارية وبين كمية الحرارة وبين درجة الحرارة وبين الحرارة دي كلها مفاهيم وتعريف انت لازم تكون ايه عرفة ومركز فيها. ده بالنسبة لي الساعة ايه الحرارية. ايضا قال لي الساعة الحرارية بتسوي ايه? بتسوي كتلة المادة دي اما اضربها في حرارتها النوعية هتديني ايه? هتديني الساعة الحرارية. يبقى كمية الحرارة اللي انا محتاجة زود بيها المادة دي قد ايه? عشان ارفحها درجة واحدة مؤيبة بس. قال لي باخد انا كتلة هذه المادة. وابعرف وزنها قد ايه? بضربها في معامل او بسميها الحرارة النوعية ليها لهذه المادة. بيديني الساعة الحرارية اللي هي محتاجة اه ان انا سخانها او محتاجة ان انا ايه? ابرضها عشان تفقد الحرارة تاعتها. كده حننتقل بقى الى الحاجة المهمة او التعريف المهم وهو ايه اللي انا اعمال اتكلم فيه من شوية بقول حرارة النوعية للمادة. ايه هي الحرارة نوعية للمادة? قال لي هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة واحدة مئوية الكلام ده تقدر بايه قال لي تقدر بواحدة الجول لكل كيلو جرام يبقى الحرارة النوعية للمادة هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من المادة درجة واحدة ايه مئوية دي بسمها الحرارة النوعية لما جا مثلا اقول النحاس محتاج مثلا ايه تسعة من عشرة سؤر حراري يعني الجرام الواحد من النحاس عشان اسخنه من درجة حرارة 14 درجة مقوية او 15 درجة مقوية وارفعها ال 16 درجة يعني ايه ازود معي درجة واحدة محتاج 9 من 10 سعر حراري دي بسميها ايه الحرارة النوعية للنحاس طبعا كل مادة لها درجة حرارة معينة او لها كمية حرارة محتاجاها عشان ترتفع حرارة الجرام الواحد منها درجة واحدة مقوية دي بسميها الحرارة ايه النوعية يبقى الحرارة النوعية هي كمية الحرارة التي تلزم لرفع درجة حرارة واحد جرام من المادة درجة واحدة مقوية وتقدر بواحدة الجول لكل جرام كل جرام طب الصعر هو ايه برضو الصعر ده قال لي هو كمية حرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ايه بقى قال لي واحد جرام من المية يبقى الصعر ده استندر عندي بقى هو مقياس هايز بي ايه الحرارة النوعية للمواد التانية طب جبنا مين اللي هو الاساسي او اللي هو اخدناه معنا او 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 كمية اساسية اقدر اعبر بيها عن الحرارة بتاعت المودة التانية وهو ايه المية. فقال لي الصعر هنا عبارة عن ايه? كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من المية درجة واحدة ايه? درجة واحدة مقوية. ده بسميه الصعر الحراري. يبقى انا كلمت من شوية وقلت ان حاس محتاج الى تسعة من عشر او اربعة وتسعين من مية بالتحديد يعني اه الصعر عشان ان انا ارفع حرارته من درجة حرارة مسلا عشرة الى احداشر او من اربعتاشر الى خمستاشر يعني ايه? الجرام الواحد محتاج قد ايه? من الحرارة عشان يزيد درجة واحدة مقوية حرارته. ده بسميه ايه? بسميه هنا الصعر الحراري عندي. يبقى الصعر هو كمية حرارة لازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المية درجة واحدة مقوية. ما بين ايه? ما بين اربعتاشر ونص وخمستاشر ونص ايه? درجة مقوية. ده كيلو سعر? كيلو سعر يبقى ايه? يبقى الف عطول. يبقى كمية حرارة لازمة رفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من المادة ده ايه? او من المية ده هي درجة واحدة ايه مئوية. ده بالنسبة للكيلو سعر. يبقى في عندي الصعر والكيلو سعر. الكيلو سعر بيساوي ايه? بيساوي الف سعر حراري. طبعا عرفت الصعر هو ايه? هو كمية حرارة لازمة رفع واحد كيلو جرام من الماء درجة واحدة ايه? واحدة مئوية ما بين اربعتاشر ونص وخمتاشر ونص درجة ايه? مئوية. طيب. هنا بيحصل عندي عمية اتزان حراري. ما بين ايه بقى? ما بين الكمية الحرارة اللي انا اه هكسبها للجسم. واللي هو ايه? حيفقدها او اللي فقدها الجسم. او اللي انا يعني جبت جسم سخت. وجسم بارد. يعني خفض عنه في حرارة. وصلت الاتنين من بعض. هيحصل عندي اتزان حراري ما بين الاتنين. ازاي? اللي بتنتقل حرارة من الدرجة الاعلى الى الدرجة الاقل. وبالتالي لحد ما تسوا الاتنين يبقى انا وقستي بالترمومتر الجسم الاولالي رقم واحد. وشفت حرارة قدي مسلا لقيتها ليه ده سبعة وعشرين. حلقة الجسم الثاني سبعة وعشرين. هي ما بقول في ايه? اتزان حراري. لكن في الرغم ان كان قبل كده كان عندي الجسم الاولى كان 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 تلاتين. والتاني كان كام مثلا كان ستة وعشرين. ولكن حصل استمرار لانتقال حرارة ما بين الجسم اللي هو اعلى الحرارة الى الجسم المخفض في الحرارة لحد ما حصل عندي اتزان حراري ده بسمي ايه اتزان حراري. اما جاء اقراء بقى المنطوق بتاع العبارة دي ازاي? اللي بيحدث عند خلط جسمين في درجات حرارة مختلفة. فيحدث انتقال الحرارة من الجسم الاعلى في درجة حرارة الى الجسم الاقل في درجة حرارة. وعشان كده بقول كمية الحرارة المكتسبة تسوي ايه? كمية الحرارة المفقودة. ده كان عن انتزال حراري. عشان كده ممكن يجي لك في مسألة من مسائل يقول لك ايه مسلا اوجد كمية الحرارة ازا كان لازم لتسخين مادة ما مسلا اه مثل الالمونيوم او الحديد او الرمل او الحجر ايا كان هذه المادة. لو كان طلب مني اه قال لي ازا كده علمت ان كمية الحرارة التي يكتسب هذا الجسم لرفع حرارة مسلا عشرين درجة مقوية هي متين صورة حرارة. اوجد حرارة مفقودة من الجسم اللي هو ايه اللي تم او اللواء مادة هزا الجسم من الحرارة. هقول له كمية الحرارة تسمى تسوي ايه? كمية الحرارة المفقودة. ده حسب القلون اللي عندي وده اللي بايه بسميه الاتزان الحراري. طبعا احنا قلنا حرارة نوعية للمادة خلاص وعرفنا حرارة نوعية للمية. هي كمية حرارة لازمة درجة حرارة جرام واحد من المية درجة واحدة مقوية. ده بالنسبة لايه? لحرارة نوعية عندي في الزراعة. وهي الاساس بتاعي اللي انا بحط فيها النباتات بتاعتي. وهي فيها الكل العامات اللي بتتم للنبات. سواء كان من عميد والصاص من الجزور او تبادل الكاتيونات والانيونات داخل المحلول الارضي. عن طريق بين الجزر للنبات والمحلول الارضي. وانتقال العناصر الزائية من الطربة الى الى النبات. او نشاط بعض الكاتل الحية الدقيقة اللي موجودة عندي. دي هزي 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 المجموعة دي كلها لبعضها. دي بسميها البيئة تاعة الارض والبيئة التربة. عشان كده انا كان يلزمني اعرف عندي ايه هي الحرارة النوعية للارض. فانا هتكلم عن الارض برضو نفس التعريف ولكن هشيل كلمة المية هحط ايه? هحط الارض. يبقى نبص معي على الشاشة كده يعني ايه حرارة نوعية للارض? قال لي كمية الحرارة اللازمة. لغافها درجة حرارة جرام واحد من الطربة. اللي هي الارض اللي معاه يعني. درجة واحدة مقوية. وبرضو وحدتها هي السعر لكل جرام درجة مقوية. يبقى انا يا ابني لازم اخد في بالي ان نفس التعريف هو حرارة نوعية للمادة. هو حرارة نوعية للارض. هو حرارة نوعية للمية. ولكن اما اجي يطلب مني. ازكو حرارة نوعية. ايه الحرارة نوعية? اه يبقى انا عارف ايه هي الحرارة نوعية عامة كحاجة عندي. اما اجي اقول له الطربة يبقى هتكلم عن ايه? واحد جرام من الطربة عشان ارفع حرارة لدرجة واحدة مقوية محتاج اديه من كمية الحرارة. ده بالنسبة له الحرارة النوعية لمادة الارض. قال لي تتوقف هزي الحرارة نوعية لمادة الارض برضو على ايه? على نوع المعادل اللي موجودة فيها. هل هي مسلا فيها معادل مسلا اه كاولايت ولا ليمونايت ولا مسلا فيها حديد فيها فوسفات فيها اه حجار مسلا مركبة معقدات مسلا دي كلها بتشكل لي عندي الطربة اللي معايا. فانا حالية تختلف من مكان الى مكان اخر حسب ايه? تركيب الارض اللي معايا ديت والعناصر اللي موجودة فيها او نوع المعادل اللي ايه السائدة عندي في هزي الارض او المكونة لهزي الارض. ده بالنسبة للحرارة نوعية لمادة الارض. عشان كده انا مهم اوي اعرفها ليه? عشان اما احب ارفع حرارة الارض نوعية. ويجيني مسلا سؤال في انتها يقول لي اعلل زيادة الرطوبة في الطربة لرفع ايه? او بيزيد من 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 الحرارة معايا للتربة. ليه? قال لي ان المية طبعا انت عارف انها ايه? انها الجرام الواحد من المية ده هو بيديني حوالي خمس مرات للحرارة اللي هي اللازمة لتسخيني ايه? لتسخيني التربة. يبقى لما اجي انا اضيف المية على الارض يبقى انا كده بزود الارض من المية وبعد خليها عناصر جديدة هزي العناصر ايه? عندها قدرة الاحتفاظ بالحرارة بتاعتها وبالتالي ما تفقدهاش بسرعة وبالتالي تحافظ لي على ايه? على درجة حرارة الارض. يبقى انا ماجي اشوف اه السؤال منطوقه صح ازاي? قال لي علل زيادة الرطوبة في الطربة ترفع من حرارتها النوعية. الاجابة الصحيحة اللي هي تكتب معايا في الامتحان المرتبة اللي هذا يرجع الى ان الحرارة النوعية للمية حوالي واحد صعر جرام. لكن حرارة الماء النوعية خمس اضعاف من الطرب. يعني انا مسلا قلت حرارة النوعية عشان ارفع درجة حرارة جرام واحد من المية. درجة واحدة مقوية محتاج صعر. لك لو انا جبت جرام من الطربة محتاج كم محتاج حوالي خمس الصعر ده يعني حوالي اتنين من عشرة مليون حتى من هذا الصعر. عشان ايه? عشان ارفع بيه جرام واحد من الطربة درجة واحدة مقوية. ازا بالتالي المية لها القدرة على انها تحتفظ بالايه? بالحرارة معامة او بالحراراتها كتير اكتر. وبالتالي لما يجي عندي موجود سقيع او اي حاجة يقول ايه اروي الارض رية خفيفة. ليه? عشان انا احافظ على الحرارة الموجودة عندي في الطربة لان كده برفع من ايه من حرارة نوعية دي الارض. عشان كده بفكرك بالدرس الاولاني او الدرس التاني. لما قلنا على السقيع. لما يبقى عندي تنبؤ بموجود سقيع. بعمل ايه? ان انا بارجو الارض عندي رية خفيفة عشان بزود محتوى الارض من الرطوبة. عشان تحافظ لي على الحرارة الموجودة في الطربة. وبالتالي ما تفقدهاش. وبالتالي تحافظ لي على النبات. ويفضل البيئة المحيطة بالنبات بيئة دافئة. وآآ على ما تعدي موجودة السقيعة ديت او تطلع الشمس. ويبدأ ايه الارض تستفق تستعيد. او تنتص كمية من اشعة الشمس. وتبدأ حرارة التفع تاني. يبقى هالفتر دي. يبقى لو ريوت عندي المحاصيل بتاعتي رية خفيفة. بحافظ على ايه? على الحرارة الموجودة عندي. ليه? عشان خاطر المية حرارة نوعية اعلى من حرارة التربة. وبالتالي هتحافظ لي على على كمية الحرارة الموجودة عندي. ده بالنسبة للسؤال بتاعنا ومنطوء السؤال اللي عندنا. طبعا ننتقل لموضوع تاني وهو احنا ازاي هزي الحرارة تنتقل? قال لي في عندي انتقال الحرارة له تلات حاجات. قال لي اول حاجة انتقالها بالحمل. يعني في حاجة بتاخد حرارة وتنقلها من مكان لمكان اخر. يعني في عمل وسيط في النص. بينقل للايه? الحرارة من مكان الى مكان اخر. يبقى الحمل هو انتقال حرارة بوسطة ايه? المادة ايه? الحاملة من مكان الى مكان اخر. يبقى زي ايه? مسلا زي الهوى. انا مسلا احنا عادين نهاردة الحرارة بتاعتنا خمسة وعشرين جو المحيط بينا. حرارة تمام زي الفل. بعدش ساعتين تلاتة يا بصة لاقي الجو بقلب. بقى موجة حر جاية جيدة قوي. ايه خصوصا في جو الصيف. ايه ايه اللي حصل? ايه اللي غير الجو ده? ان فيه موجة هوا جاية ايه? وهي ايه? وهي حرارة مرتفعة. وبالتالي نقلت من مكان حرارته اعلى عن المكان اللي انا قاعد فيه النهاردة. وبالتالي غيرتلي من من الجو اللي معايا. ونقلت الحرارة وجابتها لي. يبقى في عندي انتقال حرارة بالحمل. يعني فيه مادة بتاحمل حرارة وتنقلها من مكان الى مكان اخر. النوع التاني من طرق انتقال الحرارة وهو ايه? التوصيل. يعني التلامس. انا عشان خطر اوصل اه عشان اوصل جسمين بعض. الجسمين دمت واحد مرتفعة في الحرارة والتاني منخفض حرارة. هيحصل انتقال ما بين الطاقة الحرارية بين جزئات المادة دي للمادة ديت. ويفضل يتصرب الى بقى الجزئات المادة اللي هي المنخفضة في الحرارة لحد ما يحصل عميدة تنزان حرارة. يبقى هنا انتقال الحرارة ايه? بالتلامس. طب لو مكانش فيه توصيل او تلامس. هل هيتم انتقال الحرارة? هيبقى ضعيف قوي عن طريق ايه? للشاعات اللي الانتقال الحرارة. يبقى انتقال الحرارة عندي بالتوصيل هو هي عميد اه لان اه لان الجزئات بتاعة المادة بتتتحرك باستمرار وتنتقل داخل داخل مادة وبالتالي هيحصل ايه وهي بتتحرك هتنقل الحرارة من سطح المادة إلى داخل عمق المادة اللي عندي مخافضة حرارتها وبالتالي ده بسميه انتقال حرارة بتوصيل وتقسم عندي المواد بقى من حيث توصيل الحرارة إلى مواد جيدة توصيل حرارة ومواد رديل توصيل حرارة يعني عندي فيه مواد فعلا لماي اوصلها بالحرارة ستديني كمية حرارة أعلى وزيادة وبالتالي احسيه بالانتقال حرارة اذا انا جدت اي ساق معدنية وقربتها من اللهب ومسك الطرف الاخر بيدي. من غير يكون لابس كفاز او اي حاجة. هلاحظ ايه? هلاحظ انتكال حرارة من اللهب ده عبر الساق المعدنية الى يدي. وبتالي هيحس بالحرارة. دي بسميها ايه? مواد جيدة توصيل للحرارة. عندي مواد تانية رديقة التوصيل حرارة. يعني ما متوسلش حرارة خالص. يعني زي ايه? زي مواد العزلة. زي الخشب الفلين الاسبستوس. بعد المواد او الالاف اللي هي الصناعية اللي هي ممكن اه تعمل عملت عزل ودي تستخدم فيه اه في الصلاة اللي هي بعزلها عشان خطر اركب فيها تكيفات او اركب فيها اه مسلا تدفئة. لو انا كنت في مكان بارد او جو بارد زي اوروبا. بحتاج ان انا اه ادف في المكان بتاعي. هطرر ان ايه? ان انا بعمل اه جدر عندي اه عزلة من هزي المواد ايه? العزل الحرارة. يبقى عندي المواد اللي عندي تنقص من ايه? مواد جاية توصيل حرارة زي المعادن زي الحديد والنحاز الالمونيوم. مواد رضيها زي ايه? زي الفلين والخشب والهوة. دي كلها مواد عزل الحرارة. عشان كده ممكن بيقول لي اه ما جاء اعمل زجاج للشبابيك في الدول الاوروبية. بعملوا ايه? زجاج يعني الاتنين اه سطحين من الزجاج. بينهم مادة اه عبارة عن الهوى. وهو ده عبارة عن ايه? عزل حرارة. يبقى هنا هيحفز لي على الحرارة داخل الغرف اللي هي بتاعة المعيشة بتاعة الناس. ما تتصربش الى الجو المحيط بهم اللي هو فئة هذا المكان. او لو احنا بنبرل هذا المكان بنعمل عمية تخفض الحرارة بالمكيفات يعني بنخفض حرارة. برضو اه بالتالي برضو حتظل الحرارة مخفضة داخل المكان ده دون تسريب. عن طريق ايه? عن طريق الشبابيك اللي هي بتتعامل من اه ضبل اه زجاج يعني اتنين اه لحين من زجاج. منهم ايه كمية من الهوى. يبقى المواد اللي عندي بالتوصيل الحرارة عندي القسم ايه نوعين. مواد جاية توصيل الحرارة زي المعادن زي ايه? زي زي الحديد والنحاس والالمونيا والدهب والفضة. دي كلها مواد ايه? كلها جاية توصيل للحرارة عشان كده بتستخدم في عمليات تصناعية كتير اوي. اه ويعني حسب الغرض ايه منها. والمواد العزلة زي ما قلنا الخشب والفلدين والهوى دي كلها مواد اه عزل حرارة. لها استخدامات في التدفئة او في عمية عزل الحجرات عشان من اجل ايه? التكيف او المركزي او ان كان في اي اه تدفئة او اي حاجة. ده بالنسبة للتوصيل. الحاجة التالتة اللي عندنا وهي ايه? وهي انتقال حرارة بالاشعاع. احنا عارفين ان المادة بيحصل ايه? بيحصل منها اشعاع حراري. عبرها عن موجات. هزي الموجات بتنتقل مع ايه? الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم الايه? الى الجسم اللي هو البارد او الانتقال الحرارة انه. ده بسميها انتقال حرارة بال حمل. يعني حاجة في مادة بتشير الحرارة ان اهلي الجبالي في المكان اللي انا موجود فيه. يبلح حمل. بعيدا التوصيل. بعد كده الايه الاشعاع. وده النوع التات من انتقال الحرارة او طرق انتقال الحرارة. طيب جميع المواد السخنة اللي عندي اللي بتشيع كمية من حرارة. يعني اي حاجة جسم سخن. انت اول ما تقرب ايدك منه كده. بتحس ان في ايه ان في حرارة. ليه? ان في موجهات موجودة عندي حرارية آآ خارجة من هذا الجسم تصدم بإيدي وانا بحس ايه بحس بالسخون او زا كان هذا الجسم بارد شوية انا برضو بحس ببرود هذا الجسم ان ايه ان برضو ان ايدي انا آآ انتقال الحرارة من ايدي وتصرفها من ايدي الى هذا الجسم بارد فبحس بايه بحس بيه البرودة ده بالنسبة دي طرق انتقال الحرارة بعد كده في قانون عندي اللي هو قانون استفان وده بيبين ان كمية الحرارة المنبعثة بالاشعاع من الاجسام الساخنة. تتناسب مع الاصل الرابع لفرق الحرارة او درجات الحرارة ما بين الجسم الساخن والوسط محيط. يبقى الكمية الحرارة المنبعثة بالاشعادة هي من اكسام الساخنة تتناسب مع ايه? مع الاصل الرابع لفرق درجات الحرارة. يبقى عندنا مثلا الجديدة حرارة عشرين. اص عربعة. ناقص الحرارة لا ما عايز اوصها ل Rouge 30 او ل Paige كانت درجة. ايه ده اصر الرابع بتاعتها برضى. ده بايه? قال لي ده بين الجسم الساخن والوسط المحيط بي. ده بسميه قانون ايه? قانون استفان. ده بيعبر لي عن كمية الحرار الايه? اللي هي ممكن تحصل تنتقل عن طريق الايه? الاشعاع. واقدر احسبها واقدرها ادي. السي اللي عندي الايه? ده اللي هي كمية الحرار اللي عندي. المنبعثة. والسي ده تعامل الاستفان. والتي واحد ده اللي هي حرار اللي انا عايز اوصل لها. او اللي هي موجودة عندي الاولينية. والتي حاجة اه درس او موضوع تاني وهو تمدد ايه الاكسام بالحرارة. احنا بنا بنتكلم في حرارة النهاردة. يبقى اكيد هنتكلم عن تأثير الحرارة على الاكسام وعلى المواد. انا زي ما قلنا الاكسام بتتمدد بالحرارة نتيجة ان اكتساب جزائيات المادة لكمية من الطاقة حرية يؤدي الى زيادة نشاط الجزائيات بتاعتها. وبالتالي الجزائيات تزيد من حركتها. وبالتالي تتبعد مسافات البينية بين هذه الجزائيات بما يؤدي الى ايه تمدد المادة دي او جزائيات مادة دية تحصل بحس ان فيه تمدد او بلاحظ ان فيه تمدد لهذه ايه المادة. على العكس لو انا انخفط في الحرارة. يعني جبت اه جبت مسلا اه مادة معدنية. وبدأت انا ايه اضعها في فريزر او في تلاجة. هلاقي ايه انا كنت ايه صولها مسلا عشرة سنتي. طبعا قياس دقيق. بعد ما اخرج من فريزر هلاقي ايه ايه طولها هاوليكم مسلا ايه التسعة وتسعة من عشرة اه من السنتيمتر المربع من السنتيمتر. ازا بالتالي حصل ايه انكماش واحد ملي نتيجة ايه انخفاض الحرارة. يبقى انا عندي المواد تتمدد بالتفاع الحرارة وتنكمش مع ايه مع انخفاض ضر الحرارة. ودي بيستغلوها اه استغلال جيد في بعض الصناعات وبعض الانشاءات اللي بتتم اه عشان نضمن حماية للمنشاءات ده هي تويه الموادات اللي معايا دية. ده بالنسبة لتمدد اجسام. وعشان نعرف الكلام ده بناخد تجربة بسيطة عشان نقدر ايه نعرف ايه ازاي بتتم الكلام ده. بص معايا الشاشة هتلاحظ عندي فيه تجربة اهوت. لو انا جبت معايا اه حلقة هزي الحلقة المعدنية. مسبتة على حامل زي مش شايف كده فيه على ايدك اليمين. هتلاقي الكرة اللي يارونها رصاصي ديت. ديت اه كرة اهيت. انا لما احط لما اجيب كرة معدنية وامررها من هزي الحلقة. ومسكة بسلسلة بيدي. هلاحظ انها القرة دي بايه بتمر من هزي الحلقة. اه دون اي اي مشاكل. لان ايه فتحة الحلقة دي. او القطر بتاع الحلقة دي. اللي هو المسبت على الحامل ده. بالزبط بيساوي ايه? بيساوي قطر القرة اللي انا مسكها بيدي دي. عشان كده بتمر من خلال ايه الحلقة. طيب لما اجي بقى الصورة التانية اللي هي عائدك اليمين وانت ببسع الشاشة كده. هتلاقي ايه? الكرة لونها احمر. يعني عملت ايه? عملت تسخين. تسخين يعني ايه? يعني فيه تمدد. لما اجي بقى امر نفس القرة دي. في نفس الحلقة. هلاقي الكرة مش هتعدي من الحلقة. ليه? لان حصل عندي تمدد لجزيئات الايه? القرة. وبالتالي اه زاد عندي القطر بتاعها وحجمها زاد. بقى اكبر من ايه? من القطر اللي هو بتاع الحلقة الاساسي اللي هو عندي. عشان كده بنلاحظ ان فعلا الاجسام تتمدد بيه اه الحرارة. كل ما سخنها كل ما زيد عندي درجة الحرارة التمدد اللي عندي. وكل ما اخفض حرارتها ايه? تنكمش هزي المادة. ونشوف بقى عندنا التطبيقات على تمدد الاكسام الصلبة ديت. ايه? اه ازاي بستفيد منها? قال لي لما اجي انا امدي خطوط سكة حادية. بسيب مسافات صغيرة ما بين كل اه فصلة وفصلة او قضيب اه وقضيب او وصلة وصلة. عشان ايه? عشان اه اعمل حسابي ان القضيب للقطر ده او الحديد ده حيتمدد مع ارتفاع الحرارة الشمس. يعني مسلا الساعة الظهر او الساعة الظهر هلاقي الشمس تعمل على المكان. وبيبقى عندي الحديد ده اكتسب كم من الحرارة. وبالتالي ايه? هيتمدد. طب لما يبقى عندي اه سكة حديد طولها مسلا مية كيلو متر. لو انا ما عملش فيها فوصل هلاحظ ايه? هلاحظ ان طول مية كيلو متر ديات حتتمدد بمقدار كبير جدا. يؤثر لي على الشكل السكة وبالتالي يؤدي اه انعواج او انحراف في القطبان وانعواج القطبان وبالتالي يؤثر لي على حركة الكترات ويسبب لي بعض الحواليس. عشان كده بنلاحظ ان فيه فواصل ما بين كل وصلة ووصلة من قطبان السكة الحديدية. الحاجة التانية عند بناء الجسور اللي هي الكباري والاسخف المعلقة والحديد دي كلها المعدنية والشدات المعدنية. بلاحظ ايه? قال لي ان انا بسبت الكبر ده من يما من طرف او المهزيم منشاء المعدنية من طرف. وبسيب الطرف التاني حر الحركة ايه? عشان لما يتمدد معايا يبقى فيه خلوص بسيط يقدر ان انا ايه? عندي الجسم ده تمدد نتيجة التفاع الحرارة بتاعة الشمس. وايضا لو حصل ان انخفاض الحرارة بينكمش هزا الجسم. وبالتالي يبقى فيه عندي ايه? طرف حر اقدر ان هو الجسم ايه? يتمدد وينكمش اه يعني ينكمش او يتمدد من خلال ايه? التأسير الحرارة عليه. ده بفي بناء الجسور والطرقات اللي هي عندنا او الكباري اللي هو القصف اللي موجودة عندنا. طيب الحاجة اللي بعد كده قال لي تمدد خطوط التليفون كان زمان خطوط التليفون بتتشد على اعمدة هذه الاعمدة الخشبية او الاعمدة الحديدية. وكان سلوك عبارة عن مادة نحاس. ايه هزي السلوك كان بيتتقل فيها الارسال بتاعة التليفون او التلغراف. كاشارة كهربية تصل عشان يقدروا يتواصلوا وتتصل الناس وبعضها عن طريق التليفون او التلغراف. فكان الاسلاك ديت كان بتيجي في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة. تبدأ انها ايه? انها تزداد في الحجم بتاعها. يعني الطول بتاعها اه يحصل فيه زيادة في الطول يعني. يعني فيه تمدد نتيجة ارتفاع الحرارة. فممكن الاسلاك ديت تلمس بعضها او يحصل فيها ايه مشكلة. فعشان كده بيتم شدة الخطوط ديت. شدة اه شدة معين في وضع مناسب من اجل ايه حساب التمدد او الانكماش بتعمين بتاع هذه الاسلاك. ايضا يراعى التمدد في المباني. ازا كان عندي فيه مبنيين جنب بعض اتنين امين في وقت واحد بلاحظ ان المهانز المعماري او الانشائي بيعمل ايه? بيحط بيضع اه حاجز او فاصل ما بين ايه? ما بين المبنيين دول عشان يضمن لو فيه تمدد للمادة الخرصانية بتاعت الخرصانة او ان كان فيه حديد انشاء حديد او اي اه مواد يعني تتمدد. يقوم فيه عندي خلوص او فراغ يقدر ايه? ايه? هذا المبنى يتمدد فيه ما يقصرش على بقية المبنى كله او يتم الشروخ او حدوث الشروخ في المبنى تؤثر على المبنى وبالتالي يحصل عمية تهدد. يبقى انا براعي التمدد ايضا في المباني الكبيرة والمنشئات المعدنية فتترك فواصل ايه? تسمح بالتمدد. ايضا يستفاد من قوة الانكماش الشديد في تطويق عجلات الخشبية. يعني كان زمان العجل اللي هو بتاع الحنطور اللي احنا بنشوفه في الافلام دلوقتي او بنشوف اللي هو العجل الخشب ده. كان هو بيقدر ان هو ايه? ان هو عشان يحكم العجل الخشب دية كان هو بيجيب الخشب ده ويجيب طوق حديد. يبدأ يسخن طوق الحديد ده. ويضع فيه الخشب العجل الخشب بعد ما يعملها. وقع كده يبرد الحديد. يقوم الحديد ايه? ينكمش. وبالتالي يضغط على الخشب ده. ويحفظ لي على الشكل الاستظهورة بتاعت ايه? العجل الخشب دية. يبقى انا كان زمان يستفاد من قوة الانكماشر الشديد للحديد او المعادن في تطويق العالية الخشبية بتاعت ايه بتاعت البعض العربات او المركبات. ايضا تستعمل مسامير البرشام كاحكام وصل الصفائح. ازا نظرنا الى الكباري الاديمة المبنية على انهار الانهار والطرق اللي هي عبارة عن كباري من الحديد. هلاحظ انها معمولة بمسامير مش اللي هي بقى صواميل وآآ مربوطة. آآ لكن معمولة بايه? معمولة بمسامير برشام ان هو مصمار ده بيسخم في الحرارة ويتم وضعه في السقوب اللي هي بين بين الصفحتين ويبدأ الضغط عليه وبعد ما يبدو هزا 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 المصمار بيبدأ ينكمش ويشد الصفحتين مع بعض او الكمرتين الحديد مع بعض وبالتالي يقص يعمل لي عمية احكام. ايضا لو احنا آآ سخننا زجاجة آآ مقفولة بسداد مرفلين. هذه السدادة ان انا آآ عشان افتحها مقدرش افتحها ممكن انا اسخن فوات هذه الزجاجة وبالتالي تسهلي معمية ايه معمية ايه معمية زجاجي سميك وجه السخنة ممكن يحصل ايه عملية تمدد وينكسر هزا الوعاء. طبعا دي كلها يا جماعة ابناء الطلاب دي كلها آآ تطبيقات لعلى التمدد والانكماش بالنسبة للاجسام بالحرارة. يعني لو انا عندي اجسام لازم اخذ في اعتباري ان هذه اجسام تتمدد وتنكمش مع انقفاض الحرارة. يبقى انا لازم اراعي لما اجي اصمم او انشئ مبنى او او اقيم اي اه انشاء لازم اخذ في اعتباري عملية تمدد هذه المعادن عشان ميحصلش مشكلة في مبنى فيما بعد. آآ طبعا احنا شرفنا على انتهاء هذا الدرس. اشكركم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. نستخدم مع بعض دروس مدد الفيزياء. اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.